السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر اللعب بدأ يتصاعد وبدأ يحلو بمعدلات غير مسبوقة منذ ساعات قليلة روسيا سلمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي مضمونه عاوزين تحقيقات مستقلة في التفجيرات اللي حصلت في أنابيب الغاز الوصلة ما بين روسيا وما بين ألمانيا اللي هي بالضخ غاز لكل دول أوروبا عاوزين تحقيقات مستقلة بخصوص التفجيرات التي حدست في شهر سبتمبر الماضي حضرتكم عارفين كويس جدا أن فيه عدة خطوط غاز وصلة ما بين روسيا وما بين دول الاتحاد الأوروبي موجودة في ألب ألمانيا الخطوط دي حصل فيها تفجيرات في أعقاب تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا لما فلادمير بوتين منع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي عن طريق أن هو مش قادر يعمل أي نوع من الصيانة لأنبيب الغاز وبالتالي وقف ضخ الغاز فجينا بأن الأنابيب دي تم تفجيرها في البحر الشمالي في منطقة من المناطق اللي موجودة في المنطقة الشمالية اللي موجودة في ألمانيا التفجيرات اللي حصلت فجينا بأن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتوجه الاتهمات السريعة جدا ضد روسيا وقالوا فلادمير بوتين رئيس روسيا هو اللي أمر بالتفجيرات دي على أساس أن هو يستفيد منها بعض يوقف ضخ الغاز لدول أوروبا الكلام ده طبعا ما حصلش وإحنا قلنا مستحيل لسبب بسيط للغاية أن دول مير بوتين هيفجر صهريج الغاز دي ليه؟ لأن إن آجلا أو عاجلا الأزمة هتخلص وبالتالي مش من صلحه أن هو يفجرها طيب لو هو عاوز يفجرها السؤال اللي بطرح نفسه هو هيفجرها لإيه؟ على أساس زي ما قالت أمريكا وقالت بعض دول أوروبا أن هو يوقف ضخ الغاز لأوروبا طيب ما هو وقف ضخ الغاز ليه؟ أنا مش قادر يعمل صيانة يا إخوانا وبالتالي وقف ضخ الغاز فأنا هفجرها ليه في الحالة دي وقلنا بالحرف الواحد إذا حدثت الجريمة فتش عن المستفيد المستفيد من المسألة دي بعض دول أوروبا اللي زي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل أن هي تحكم الحصار حوالين روسيا منذ أيام وجئنا بأن فيه تقرير لصحفي أمريكي اسمه سيمور هيرش الصحفي ده طبعا هو من ضمن الصحفيين القلائل المعدودين على المستوى الدولي اللي كشف الصطار عن تجاوزات الولايات المتحدة الأمريكية في قلب أفغانستان وفي قلب بتنام وفي قلب سجم أبو غريب وكشف الصطار عن كل المعلومات دي وثبت بالدليل القطع أن كل المعلومات دي مزبوطة الراجل ده كشف الصطار وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المتورطة في تفجيرات نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وقال أن فيه عملية سرية نفذتها قوات البحرية الأمريكية بأوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه لكن طبعا البيت الأبيض نفق لا إحنا خضرة شريفة إحنا ما نرتكبش الكلام ده إحنا بنحافظ على كل حاجة طبعا شغل التهريج والطبيعي أن أمريكا تنفي الكلام ده طبعا بناء على هذه المعلومات بدأت روسيا تدق أجراص الخطر وقالوا بالحرف الواحد هذه المعلومات تؤكد استنتاجاتنا أن أمريكا ورد تفجيرات اللي حصلت ثم قامت روسيا بتسليم مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقلة في هجمات وقعت في شهر سبتمبر الماضي على خط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي بيربط روسيا وألمانيا مشروع القرار بيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوترش فتح تحقيق دولي في التخريب وتحديد المسؤول عن ذلك حضراتكم عارفين أن مجلس الأمن الدولي عبارة عن 15 عضو عشان أنت تاخد قرار ومجلس الأمن الدولي ياخد قرار لابد من موافق التسع أعضاء على الأقل طيب لو التسع أعضاء وفقوا على اتخاذ هذا القرار ممكن أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا يوقفوا القرار ليه؟ معهم حق النقب حق الفيتو وبالتالي صعب اتخاذ القرار لو أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت لا بس عاوز أقول لحضراتكم على حاجة 10% أمريكا هتعتارد لكن 90% لازم أمريكا توافق وإلا يبقى هي متورطة في التفجيرات دي المندوب الروس الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليونسكي قال نأمل أن يتم طرح مشروع القرار للتصويت خلال أسبوع وأعرب عن أمله حضور الصحف الأمريكي سيمور يارش لإلقاء كلمة قدام مجلس الأمن الدولي طبعا لا أمريكا هتسمح بوجود الصحف الأمريكي ده ولا هتسمح باتخاذ تمت قرار بهذا الخصوص لكن في الغالب وعلى نسبة حوالي 10% أمريكا هتوافق مضطرة إلى ذلك وممكن تتلاعب بالتحقيقات في مرحلة تالية روسيا تسلم مجلس الأمن طلبا للتحقيق في تفجير نوردستريم المسألة طبعا بدأت تتصاعد وبدأت روسيا تشتغل الشغل الصحيح على المصار الدولي لأن فعلا يعني ليه روسيا ما تحركتش خلال الفترة اللي فاتت ليه روسيا ما قدتش حاملة إعلامية قوية جدا بشكل غير عادي تكشف عن عدالة قضيتها في وسائل الإعلام المختلفة خاصة وأن أمريكا ما بتسيطرش على وسائل الإعلام الأخرى لكن عاوز أقول لكم برضو روسيا معذورة لأن الإعلام الدولي المسموع أمام الرأي العام الغربي يعني مجموعة من وسائل الإعلام المعدودة ودي كلها على بعضها بيسيطر عليها رأس مال مشكوك فيه يعمل لصالح أمريكا لكن في كل الأحوال التحرك خير من لشيء حتى لو كانت النتيجة سلبية ليه؟ على الأقل روسيا بتبرق ساحتها قدام الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أو في الأمم المتحدة أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة